موسيقى 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 اهلا بكم معاكم عحمود فادي اليوم سنتحدث عن حلقة مختلفة قبل كده عن كلاب العدوانية الشرسة كان كلب كوكيجين يهجم على ناس على كلاب على كل شيء وفي الاخرين دخلت له كان معي مضرب مضرب تنس حماية اليه وكلب مقرب طروش وعرفته ازاي تخله كلب يهدى من غير ما نقرب ليه تمام؟ وده كان اول فيديو الحلقة المراضي عن كلب مختلف كلب روت كلب كوي جدا بس هو عدواني جدا وشارس جدا مع الحيوانات في الحقيقة انا انا اخد الكلب ده واخليه مع كلابي انا عندي كلب سكوبي الهو الهاسكي ده معادي السنة ونص وهو كلب كمان الروت معادي السنة ونص وبيهجموا على بعض لان طبيعي جدا احنا مش عامل لهم العملية اللي هو التعكيم فبالتالي الهيرمونز بتزيد فانا قررت ان اجيب كمان حاجة اصعب واجيب كمان كلبه في ميل اللي هي روز الدوبرمان بحيث بالموضوع اصعب اللي يبقى فيه ممكن كمان فايت اكتر بحيث اللي احنا نقدر نشوف في الطبيعي لو انا سكوبي لوحده فيه كلب بيهجم ما بيهجمش بس لما انا جدت روز كان فيه ساعات سكوبي بيحاولي يدافع لان ده طبيعي بس وانس اللي انا عايزة ربيهم كلهم في بيت واحد مينفعش حد يجي معا حد تعالوا نشوف الفيديو كلبي بيعمل ايه ونرجع لك تاني اكتب مع architecture اكتب مع الرقم قبل الدراعة اكتب مع رقم هل تثير من المقاردار gaining ساعدة يشكلهادة اكتب مع رقم قبل الدراعة ساعدة اكتب مع رقم كما ترى الآن الكلبين بيهجموا عليهم وكلب الروت بيهجم بزيادة هدفي اليوم هو أن أخذ كلبين يمشوا مع بعض أو نروس يمشي معهم معا أحد يبص لأي از التاني أول حاجة أنا عملتها زي ما انتم رأيته في الفيديو طلعت الطاقة الكلاب أكثر اهتمت بالكلب الروت فضلت أجريه أنا وصديق الإسلام بيدرب معي فضلنا نخرج الطاقة لأن أهم حاجة لو أريد أن أعلم أن أعرف أن أصحح له كويس يبقى لازم نخرج الطاقة بتاعت الكلب نفسه تمام؟ دي أول حاجة بعد ما خرجنا الطاقة ابتديت اللي أنا لازم أعرف الكلب وإحنا بنمشي معاه أو إحنا بنجري معاه أن الكلب مينفعش يشمشن مينفعش يعمل طايلت مينفعش يوقفك ويبص على أي حاجة وإنت ماشي معاه وبالتالي دي رولز أنا بعملها له فالأول اللي أنا بعمل إيه أنا بنخلي يبقى فيه بيننا احترام يبقى فيه احترام يعرف يمشي جنبي إزاي ما يهجمش على أي حاجة يبص قدامه يبصش بجنبي ويموقفنيش وبعد كده ابتدينا على المرحلة اللي بعضية ابتديت أخد الكلاب الثانية وفي نفس الوقت أنا عارف سكوبي بسك فيه في الحتة لأنا مدام ما أشي في اتجاه مش هغير اتجاهه الأفضل لو أنا عايز كلاب كمان تسعيدني قوي في المرحلة دي يفضل يبقى كلاب معاكمة كلاب اللي هي معمولها العملية لكي لا يبقى عندها هرمونز والأحسن كمان لو فيه كلب مثلا كلب ردت مثلا هجم على كلب ينفعش كلب الثاني يهجم عليه لان لو هجم عليه هيزود الموضوع فأنا ابتدت بالأصعب لكي أوريكو في الآخر اللي ممكن فيه كلاب ميل ممكن تعيش مع بعض وكلاب في ميلز ممكن تعيش مع بعض من غير ما يحد هزي الثاني فبالأول احنا عملنا هم وديه أول مرة لا يوجد أي مشكلة حصلت بعد كده اللي احنا ممكن نعمله هم ممكن نهجم على بعض تاني ده طبيعي بس في الأول لان بعد كده ممكن نبتد نركب كمامات نمشي يوميا مع بعض لحد ان نلاقي في الآخر الطبيعة اللي احنا بنلاقيها اللي هم الكلاب كلها عادة مع بعض ومفعش أي مشكلة اللي انا لاحظه في الكلب الردت انا غيرت له السلسلة كان هو لابس خنيعة فإيه اللي كان بيحصل لما الكلب كان بيتخني هو بيشد فكان بيفتكر ان الكلاب اللي قدامه هي اللي بتخنوه فكان بيزيد لان الخنات دي اداة من ادوات التدريب بتستخدم بشكل معين لو حد استخدمها غلط بتأدي النتيجة مختلفة فانا غيرت السلسلة بشكل جديد غيرت الكلاب حطيت شكل جديد بيخلي ان انت تقدر تتحكم في الكلب في دماغه كويس هو بيعرف يحرك بقه بيعرف يعض يعرف يعمل اي حاجة يعرف يشرب مية بس لما كان دي اسموه هيت كولر بحيث يبقى مربوط فبتقدر تصحح عليه بسهولة جدا دي انواع بتخليك تقدر تتحكم فانا جريت استخدمت سلاسل معينة عملت احترام معين بشكل معين ده تكنيك فيه كلاب بتحذر بمعنى ايه ساعات ممكن مثلا لو انا عايز غير اسلوب فيه كلب يشوف قطة هو عليه هو يهجب ففيه ناس لما تمسج الخناء اللي قلنا عليها بيخنقوا فكلب بعد كده يقولك خلاص لحلية المشكلة بس في الحياة هو محلش ده وحل مشكلة تلهاوهوا تلاقي الكلب بيهجي معه طول ما غير ما يهوا بدل ما كان بيديك تحذير فالحاجات دي لها تكنيك معين تصحيح بشكل معين علشان تقدر تحقق اللي انت عايزه فخلينا نوفر الموضوع ده بشكل جدي بشكل احسن لازم يبقى حد كويس او يحد عنده خبرة يستخدم الموضوع ده وبالتالي لو فيه اي عندوك اي سؤال اي حاجة حابين تعرفوها راكم موجود على الفيس على اليوتيوب كلموني وان شاء الله هجاوبكو وحب اقول شكرا لعمر الشاشة اللي بيصورني وسلمة مرسي جدن